حذرت الأمم المتحدة من موجات نزوح جديدة لأقلية الروينغ المسلمة من جراء عمليات التطهير العرقي التي تمارسها ضدهم سلطات مينمار البوذية الأمم المتحدة دانت الحملة العسكرية بوصفها تطهيرا عرقيا وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكوك سلطات مينمار باستماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى منطقة أرغان في شمال مينمار قائلا إن الوضع الراهن غير مقبول ووصل أكثر من 500 ألف من الروينغيا إلى بنجلاديش في عملية نزوح لا يبدو أنها ستتوقف قريبا